حشود عسكرية روسية ضخمة باتجاه الحدود الأوكرانية أثارت مخاوف الشارع الأوكراني قبل السياسيين والعسكريين خاصة وأن التوتر بين البلدين لم يهدأ منذ سبع سنوات عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بطريقة غير قانونية ودعمت انفصاليين موالين لها ما أدى لمقتل أكثر من 13 ألف شخص القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك أعلن أن روسيا تعزز وجودها العسكري على طول الحدود الشرقية بنحو 33 ألف جندي بالإضافة لحجدها العسكري في القرم جنوب البلاد وروسيا البيضاء شمالا متهما موسكو باتباع سياسة عدوانية روسيا بدورها لم تنكر الأمر كعادتها حيث أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تحرك قواتها داخل حدودها بالشكل الذي تراه مناسبا التحركات العسكرية الروسية أثارت مخاوف الأوروبيين والأمريكان حيث أوضح مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن روسيا تقوض الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التوترات شرق أوكرانيا وأن سفراء الحلف اجتمعوا لمناقشة الموقف في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي دعم الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو وإدارة بايدن الذي شدد على وحدة أوكرانيا وسياستها في وجه ما أسماه العدوان الروسي أؤكد مرة أخرى أن جيشنا قادر على صد أي شخص وهذا يعزز موقفنا لحل الوضع بالطرق الدبلوماسية لدينا الدعم الكامل والمستمر من الجميع دعم شركاء أوكرانيا الدوليين على وجه الخصوص أوروبا والولايات المتحدة وهذا ما أكدته أيضا المحادثة التي أجريتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد لي أن أوكرانيا لن تترك وحدها في مواجهة العدوان الروسي يبدو أن حدة التوترات بين روسيا من جهة والغرب أمريكا من جهة أخرى تتجه نحو التصعيد خاصة مع وصول بايدن للبيت الأبيض فهل يتطور هذا التوتر إلى حرب عالمية ثالثة تشتعل شرارتها في أوكرانيا؟